كي يبدأ الفيلم بأليس الذي فاقت في نفس المشهد الداخل للحمام في القصر مر مكان تفاقد الوعي خرجت معاقلة على الأول وقت دور في القصر وشافت تصوير تهوية مزوجة من بعد سمعت صوته وتبعاته تم القطراتها داخل غرفة نظام تشغيل ديال الملكة الحمراء غير دخلات خرج ليزر جيد جهتها ولكن تعلقت في استقاف قبل أن يصل لها ودخلت من الفتحة التهوية هي بقى تغادا حتى وصلت لمستشفى الخاص بشركة أمبريلا غير نزلت فيه جاء الرجال ديال الشركة يروا فيها قتلوها وكان معهم الدكتور عيزاكس اللي كان مشرف على الحالة ديال أليس وهو اللي درع لها التجارب المهم من ان قتلوها قلهم خودوا عينة من دمه ورميوها وهم اخذوا منها العينة وخرجوها للصحراء ورموا جوتة ديالها فوق جوتات أخرين واللي كانوا كاملين جوتة ديال أليس حيث من النهار اللي هربت ليهم والدكتور كي حاولي استنسخاء بشيخرج نسخ تبقى الأصل عليها ولكن في كل مرة يفشل حيث لا يستطيع أن يصل للنسخة قوية بشيخ الأليس الحقيقية سوف نرى حالة الأرض مرهد الكاريتة منذ ان شركت الشركة المدينة وخطة لها لم ينجح حيث الزومبي انتشر بردية المدينة فاضطروا العلماء والموظفين الشركة يبقوا عيشين تحت الأرض في هذه الخلية حيث لا يجهز بقع وسائل العيش وعلى بره وكله زومبي ولم يبقى بلاصة أمنة يعيشون فيها ونصف سكان العالم وصلهم الفيروس وكثير من نصف أو لدى زومبي وبسبب هذا الأراضي والبحار نرى أنه موقع بلاصة جيدة وصلها للعيش والذين جاء لم يتعادل بالفيروس عيش حالياً من بلاصة لبلاصة ويتحركوا الناس الذين جاءوا في مجموعات يحمي بعضياتهم من الزومبي وهذه الناس يتواصلون غير بالراديو دباناً في وسط السحرة نرى فؤاليس الحقيقية ما زالت عيشة وغادة بالموتورها هي تعيش دابة وحدها وكتمشي تعاون أي شخص تعرض لهجوم وفيهما يتعتق وحالياً غادل عندما يتعيط عليها بالراديو يتعتق وصلت للبلاصة في انقلها وفشت خلات لقاتها مرة كبيرة وغير تواني قليلة جاء لها رجل من عائلة هذه المرأة حدث لها سلاح فوق عنقها وشدوها لأخرين لكي يسرقوا من هذا الشيء الذي عندها وهذه ستقوم كونين عصابة وعيطوا لها غير لكي يسرقوها هي خرجت سلاحة وثيرات في واحد منهم قتلاته تماجوا أخرين من مورها وضربوا لها راسا حتى صخفات من بعد دخلوها وربطوا واحدة كلاب زومبي في القبو من انفاقها تلقى الكلاب حدها أليس اصدرت فيهم هم الأولين وضرباتهم وفتحت على راسافين كانوا حابسينها وتلقت الكلاب على العصابة التي قتلوهم كاملين من بعد خرجت ركبت الموتور ديالها ومشيت من جهة أخرى نرى قفيلة كلير وهذه قفيلة تتسرى في مكان وتجمع الناس الذين ناجعين لتنقلهم من بلاصة لبلاصة وهذه القفيلة فيها جيو كارلوس اللي كانوا مع أليس في الجزء الثاني نمشي وداب المقر الخالية كانوا أعضاء الشركة دائرين جديمع الدكتور إيزاكس قال لهم بالذي سيبدأ تجربة جديدة سيزيد فيها من الوعي ديال الزومبي لكي يقدر يوقف الغرائز ديالهم وما يبقى يقتلوا البشر وفي نفس الوقت سيكونوا خدم تحت السيطرة ديالهم ويردهم حيوانات كتخدم البشر وسيستعملهم لكي يبنيوا الأرض التي تضمرت الرئيس عجبته الفكرة وقال له يبدأ فيها وعطاه مهلة جو سيمانات لكي يكملها أما المشروع ديال الثانيس قال له يحبسه مؤقتا الدكتور قال له جو سيمانات لا يقدمني لكي نكمل الرئيس يصب عليه وقال له إذا تضع تلتين هار واحد على المهلة التي أعطيتك سنعطي تجربة لدكتور آخر دهبان ومشيوا عند قفيلة كلير وقفوا واحدة واحدة دار مهجورة ونزلوا واحدة المسلحين يقلبوها وشفيها شيء خطر وصالحة للعيش أو لا لا من يدخلوه جمع لهم زومبي وتلح علاجي وعضوه ولكن جاكارلو استيرى في الزومبي وعتق جي من بعد جاءت دكتورة ديال القفيلة لتقلب جي ولكن هو قال له أنا باخير وبقى كي يخبع في العضة لكي لا تشاهدها ويجريوا عليهم القفيلة مراهجة كلير وطلبت من الناس الذين معاهم يدوروا في البلاسة ويجمعوا أي شيء يستفيدوا منها بحل الليسونس ويجعله الوعي قليلا ثم فرحوا وطاقمه وبالإنجاز ولكن زومبي رجع لحالته الطبيعية وهجم عليهم وتلحل المساعدين من جهة أخرى قفيلة كليرت لقيت نداء في الراديو لكي يأتي وينضم لهم وفعلا كانت أليس مخيمة في الصحراء قريبة لهم سمعت نداء في الراديو والتي لم يدتها فيه حيث هي والفت عيش بوحدها هي بدأت مذكرة عن شيء قبل أن نفذ البلاسة وكان كاتب للحياة في ألاسكا مسالات وباقي الناس طبيعيين عايشين تم حيث الزومبي لم يصل لهذه المنطقة نرجعه إلى الدكتور إيزاكس الذي خلل الزومبي والوعي ومشاكي يستنطق أليكس للمرة 87 أو ثاني لم يجهد له الجريبة أما أليس الحقيقية كانت نعسى وحلماته على الأحداث والذكريات التي تزعوا عليها من أن فتحت عينها لقات الحجر وأي شيء ضائر بها بدأت ترفع وتخبط مع الأرض وهذا الشيء يبين أن قوتها بدأت تزاد ومقدرة تسيطر عليها لدرجة أنها تستطيع التحكم في الحويج التي يحدها وهي نعسى نرجعه للخلية الملكة الحمراء عود جستاد في هيئة ابن صغيرة وقالت إيزاكس الذي رصدت طاقة كبيرة جاء من الصحرة وبنسبة كبيرة هذه الطاقة خرجها من أليس إيزاكس فرحوا الخبر وبدأ يتبع مصدر هذه الطاقة في الخريطة نمشي ودابا للقافلة كلير الفريق كان كله نعس في الطنوبيلات فاقت واحدة منهم على شيء صداع ومنين طللت على بره ربقنات الكثير من الغربان مجموعين على القافلة وقالسين هنا كولير الرüyor على الفريق كله بالسلك وقالت لهم يزلوهم الطنوبيلات ويبقوا محميين حيث الغربان كلها فيه الفيروس هذا الذي تقوم بالفارق وكلهم يزلوهم البيبان وبيقوا حظيتهم وكيف يتسلموا ويمشيوا ولكن الغربان أجبت على الطنوبيلات هنا كولير قلت لهم يتحركوا بشي يهربوا الطنوبيلات كلهم خدموا من غير الطنوبيل التي فيها جاءت الدكتورة حيث خسرت بيهم وهم اضطروا يفتحوا ويركبوا مع الطنوبيل أخرى ولكن الغربان تمجهدات وبدأت ترسف الزج الطنوبيلات فهدخلت عليهم وقتلت بثاف منهم نزل الفارق مع الأسلحة وبدأوا كثيرا فيهم ولكن الداخرة لم يقضيتهم حيث الغربان كثيرا فهذا الوقت كانت قريبا من تماما وشفت بثاف الغربان جهة واحدة وعرفتهم مرض بالفيروس ويهاجمون على نسمة مراضين في نفس هذا الوقت نزل واحدة من القافلة وخدمت سلحة العافية لكي يحرقهم وخهكاك حتى حاجة مقضيت فيهم حيث تكتر بثاف هنا جاءت آليس ووجدتهم مقاتلين معهم وتمات حكمات هذه العافية وحرقت بها الغربان كاملين في طقة واحدة غير ثالث منهم صخفات حيث تخدمت طاقة كبيرة الدكتور إيزاكس قدر يوصل لمصدر الطاقة من الخريطة وعرف بلاست آليس في نكاينة وتفاجأ من حجم الطاقة التي تزاد بشكل كبير في النهار الثاني فقط آليس وضعهم بلمل القفيلة جاءت عندها بنت منهم وشكرتها حتى اعتقاتهم البارح من بعد نزلت والقتل فارق ضفنوا الناس التي ماتت البارح ويصليوا وحزينين عليهم حيث تسينيهم مع بعضياتهم حتى تولوا بحل العائلة من بعد كارلوس جاء رفعها على كلير وقالها هدية التي انطمت القفيلات الثانيين هذه وجمعات الناجين ولكن بعد 6 شهر التالية خسرنا نصف الناس الذين كانوا معنا من بعد مشاهدر معها بوحدهم ثم سؤولها في المشيتي من الساعة التي اعتقناك فيها ما بقينا القيناك هي قلت له بالي الشركة والدكتور إيزاكس بغين يلقوها بأي طريقة وكانوا متحكمين فيها بالأقمر الصيناعية ولكن قدرت تخسرهم لهم وهربات حيث خافت تبقى معهم ويأتيوا ويقتلهم ويقاديوهم ثم آليس تأثرت وبكات وهو عنقها من بعد جاءت عندها كلير وقالت لها الفريق كله خيف من كدابة حيث شافوا كيف تحكمتي في العافية البارح وسؤولتها كون هي بالضبط ولكن آليس لم يقدر تجاوبها وقالت غير ساكتها نمشي ودبع عند إيزاكس الذي لمشى عند الرئيس للشركة قال له رصدنا طاقة كبيرة في الصحراء وكي نسبة 62% ستكون آليس وطلبوا يعطيه القوات الخاصة لكي يخرجوا ويقلبوا عليها الرئيس لم يريد وقال له لا نستطيع أن نخطر برجالي حتى توصل للنسبة 100% عاد نعطيك الأمر لكي تخرج ولكن إيزاكس لم يصبر ولم يسمع الأوامر ولم يخرجوا القوات منه وطلعوا للصحراء في هذا الوقت آليس كنت مع الفريق وقالت لهم آلاسكا حاليا هي التي صالحها للعيش حيث لا يصل لها الفيروس وفيها ناس طبيعيين وقت رحيت عليهم يمشيون لها كلاير لم يوافقها حيث لا تريد أن تعرض الناس للخطر خصوصا أنه لا يوجد شيء قد تضمن بهذه الطريقة آمان ثم اضطرت تصويت وسهولة الناس أن يكونوا موافقين يمشي لآلاسكا الأغلبية هي للناس الذين معهم صوتوا لكي يمشيوا وهكذا اضطرت توافق في الليل جمع الفريق لكي يمشيوا للصفر كلاير قالت لهم لكي نشدوا الطريق لتماهي ضروري يخصنا بكي يلمونة وقالت لهم أول شيء نديره سنذهب إلى مدينة لاس فيغاس ونجمعوا ما يخصنا عاد نكمله في النهار الثاني يشدوا الطريق ومنين نوصلوا للاس فيغاس ونزلوا يقلبوا وتماهي واحدة الكونتونير فمشوا وفتحوه غير التفتح خرجوا ليهم بكي يزال الزومبي وهجموا على القافلة الفريق خرجوا الأسلحة وبدأوا يتحاربوا معهم ولكن ماتوا الأغلبية منهم وكانت معهم حتى آليس تقتل فيهم بطريقة احترافية الدكتور إيزاكس والفريق دياله وصلوا لغرفة التحكم ديال آليس وبدأوا يشوفوا هوية تقتل في الزومبي هنا الدكتور أمرهم يوقفوا تشغيل ديالها من الأقمر الاصطناعية وفعلا غير وقفوا تشغيل ديالها وقفت آليس في بلاستها وما بقيتش تحركات بحل رهاروبو ولكن غير شوية ديال الوقت ترجعت الوعي ديالها ورجعت خدمة ترسها الراسة هنا الدكتور والفريق تضموا كيف قدرت تخرج من تحت سيطرتهم المهم كملت هي المهمة ديالها وقتلت الزومبي وتهنت منهم في نفس هذا الوقت جاءت تحول الزومبي وكان يهجم على بنت معه في الطنوبي ولكن جاكارلو شده من حدها وقتله وفش في ديال قراسو تعد وليس قدرت تحدد بلاست الدكتور والطاقم دياله أيام شتقصداتهم في الخيمة التي رأيهم فيها وقتلت طاقم كامل من غير الدكتور إيزاكس لم تقتله حيث تهرب وخرج في الهليكوبتر أليس قدرت كثير فيه من التحت ولكن لم تريد تفرق عليها حيث فكرت أنهم سيحتاجونها لكي يمشون بها للألاسكا مراهة رجع أليكس الخلية ومشح قراسو بكثير جروعات من المسلموضات حيث تعدده الزومبي هنا جاكارلو مساعد الرئيس وتأصب عليه حيث تخالف الأوامر وخد الطاقم وخرجه ودابا رجع بلبيهم المساعد خرج السلاح وتيره فيه قتله ولكن غير أعطاه بظهره رجع الدكتور حياء وهذه المرة تحول الوحش وبدأ يقتل في الطاقم والمضافين كلهم وهذه التحول الذي وقع عليه بسبب المصل الذي حقا به رأسه حيث مخرجوا من دم آليس نجعه داخل بره نرى آليس وفارق القافلة هنا من مقر الخلية ولكن مخبعين ويفكروا كيف يصلوا للخلية لكي يسرقوا الهليكوبتر ثم يرى كثير من الزومبي ضائرين بالخلية ولم يستطيعون أن يدخلوا لها كارلوس طوع لكي يضحي برأسه ويخويلهم الطريق من الزومبي لكي يدخله كلهم لم يريدون هذه الفكرة ولم يجعلونه يمشي ولكن قنعهم وقال لهم أنا أصلاً صابت بالعدوى ومرشوية سيتحول ويضطروا وتقتلوني يعني لم يخويلهم الطريق حسناً لا يموت على أولا وهنا كل شيء يدعو وآليس عن نقاطه وعطرفات له بالكي تبغيه من بعد ركبت الطموبي ودخلوا وسط الزومبي كي يحرق فيهم مراهصوا بقنبولة وفرقوا عراسهم على الطموبي وتفرقوا معه حتى الزومبي هكذا فتحت طرق القفيلة ودازوا الهليكوبتر أهليس ركبتهم كاملين وطمنت عليهم وتم قلت لهم لا نستطيع نمشي معكم حيث بغيت أن نراجع ونتقم الدكتور إيزاكس عاد نلحق عليكم وفعلاً خلتهم ممشى ورجعت هي دخلت الخلية بدأت تقلب على إيزاكس وتم خرجت لها الملكة الحمراء وقلت لها إيزاكس تحول الوحش خطير مرمى حقاً راسه بمصر المستخرج من الدم ذلك وزدت وقلت لها دمك راح عنده القدرة أنه يعالج الفيروس بالزربة على المصر الذي يختار عند الشركة وطلبت منها توجد أكبر كمية من دمها لكي يعتقون الناس وقلت لها هنا نسبة كبيرة أن دمها يقدر يعالج الزومبي ورجعه إنسان ولكن طلبت منها تقتل إيزاكس هو الأول حيث هي الوحيدة التي تقدر تقتله ومن مراهام شات أليكس المختبر تقلب عليه وتم ألقى النسخة لها محتوطة في هذا السائل فتحت عليها خرجتها وفيقاتها ولكن النسخة حسات بالحريق وشوية وماتت لها في يدها أليس حطتها ونضت مشاة تتكملت تقلاب وهنا سمعت شيصوص في البيت الذي قبلتها من أن دخلت لها القطرس وصلت له هذا القصر وهنا خرج لها الوحش إيزاكس هي بدت تضرب فيه بلموس وقتطعم فيه بلايس خطيرين ولكن لم تكن تؤثر فيه أي شيء أليس خطمت القوة لها ورماته بعينها دخلته في الحيث ولكن عاود ناضي وقال لها لا تستطيع قتليني حيث القوة لها لا تستخدمها وتم جاء لها ضربها ورمها في غرفة تشغيل الملكة الحمراء غير دخله لتمه خدم الليزر الملكة الحمراء وقسم إيزاكس للطراف والليزر كمل طريقه وكان علينا يوصل لأليس هي نزلت تسنفنه وبدأت تقسم حتى هي ولكن قبل أن يوصل لها وقف وهنا جاءت النسخة لها التي رجعت للحياة وقلت لها بالليزر الليزر لكي قتلت إيزاكس نمشي وداب المقر الخلية الثاني في مدين توكيو كنشوف الرئيس الشركة يرجم مع الأعضاء وكي نقشوا المشكلة اللي وقع في المقر الأول وهنا خرجت لهم أليس على هيئة هوليجرام وهداتهم أنها ستقتلهم كاملين وتهني العالم منهم مرهى أليس وقفتها والنسخة ديالها قدم مجموعة من الأنابيب اللي عامرين بالنسخة ديالها وكتفكر أنها تفتح عليهم وتفيقهم كاملين باش يعاونوها في الزومبي اللي في العالم كامل وهنا تسالى هذا الجزء شنو بليكم نزيد الأجزاء الأخرى من هذا الفيلم إلا بغيتوا نزيدهم قلوها في التعليقات ووصلوا الفيديو الأكبر عدد من الجيمات باش نعرف واش عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصة الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصة الجاية تهلاو ونتلاقوا في الفيديو الجاي